السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وازايكم يا شباب معاكم يا صامعوني وفيديو جديد من فيديوهات FC موبايل وقبل ما ابدأ الفيديو ما تنسوش تصالوا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتدعو الاخباتكو في فلسطين ربنا ينصروا من شاء الله وزاي ما انتو شايفين انا بيعتي الفريق كله وكررت اعمل فريق من ترشحات الناس بس يبقى فريق قوي جدا في الهد وهد من ترشحات المتابعين والناس في جروب الفيسبوك وعشان كده عملت فوت على كل المراكز عشان الناس تقدر تصيدني ان اختار احسن لعيبة في مركز الليفت وينجي كنت اعمل الفوت على راشفورد 88 وفينيسيوس وراشفورد كسب السباق كمان في الرايت وينجي عملت على ديمبلي وكيزا والميرون بصراحة الناس رشحت لدمبلي لكن ديمبلي ما كانش عاجبني الطاقة بتاعته كانت قليلة جدا بيتعب بسرعة فاخترت ألميرون عشان عنده افضلية زي راشفورد ان الفرقة بتاعته لو كسبت ماتشين في الثلاث ماتشات اللي جايين في دور الأبطال ممكن يزيد في الأوفر وكنت شايف كمان طاقة ألميرون كويسة جدا فاشتريته مطور أربع رانك وكمان في مركز الهجوم كان فيه تفضلات بين كل مواني وإزاك لكن كل الترشحات راحت لإزاك فاشتريت إزاك مطور ثلاثة رانك انا في القرارات هعمل الفريق كله مطور ثلاثة رانك واربع رانك ولو فيه امكانية ان اجيب لقائب خمسة رانك هاجي كمان في مركز الـ CEM كانت الترشحات بين سوبوزلاي وجمال موزيالة والترشحات كلها راحت لموزيالة بأكتر مع ان سوبوزلاي كويس جدا لكن برضو كانت الأفضلية الموزيالة لان الأوفر بتاعه أعلى وكمان زي ما قلت قبل كده انه وارد جدا انه يزيد أوفر أو اتنين من خلال ان البايرن يكسب ماتشين في دورة أبطال أوروبا من الثلاث ماتشات الجايين طيب ده بالنسبة للثلاث مراكز الهجومية ومركز الـ CEM اللي هو خط النص المهاجم بالنسبة لخط النص بصراحة ملاقيتش CEM تحت الأوفر 90 كويس جدا واللي كانوا كويسين جدا مثلا زي فيرا كانوا غالين جدا فقررت ان انا مش هشتري CEM واعتمد على الاتنين اللي معي الفريل من الموسم اللي فات اللي هم جيرارد وإنزو فرناندز في خط الدفاع الباك رايت اكتاح التصويت ووكر مكانش ليه منافس حكيمي ماخدش تعريبا ولا صوت كل الناس قالت ووكر فقررت ان انا هشتري ووكر برضو ليه الأفضلية ان هو يزيد أوفر لو ماتشستر سيتي كسب ماتشين رودي جير في الدفاع اكتاح التصويت كمان مرضيتش اشتري مدافع تاني انا معي ريكاردو كارفاليو من الموسم اللي فات ومدافع قويس جدا 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 فعشان كده قررت ان انا هلعب بي جنبي رودي جير الباك الشمال بصراحة كنت محتار جدا ان انا هلعب بي كانسلو بس جربت انه من ديش قلت اجرب لعيب جديد وكنت حاسد تقاطه كويسة جدا يعني ده تقريبا الوحيد اللي ممشتش مع الترشحات فيه وكررت ان انا عايز اجرب لعيب انا لابت بي كانسلو قبل كده جبته مطور خمس رنكات بالنسبة للحارس حبيت اجرب نويرك حارس جديد وزي ما انتو عارفين تجربتي مع الحراس انه كل الحراس تقريبا زي بعض بس برضو قلت في احتمالية انه يزيد اوفر او اتنين مع البايرن من دور الابطال فهيفتني بعد كده طورت طبعا معظم اللعيبة اديت كل اللعيبة تقريبا 10 تدريب او 15 تدريب للبعض وقلت اخش كده اجرب اللعيبة واشوف الماتشاط اداءه ما يبقى عامل فيها ايه وهو الريكون النهاردة بس في الفيديو ده اعرض لكم اداء الهجوم بتاع اللعيبة وهنبتدي بقى الميرون الريتونج اللي اداءه كان مذهل جدا لعيب سريع للغاية يعني عيب سريع جدا 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 الارتو بتاعته ممتازة بصراحة انا ما كنتش متوقع كده حاجة كده زي ميسي 2018 او بتاع الالتيميت توتس او الكروت اللي هي بتبقى خفيفة قوي وسريع جدا والارتو بتاعها مزبوط اه بدنيا مش اقوى حاجة وفي الاحتكاكات يعني لو في مدافع قوة معاه لكن هو بسرعاته بصراحة ما بيديش فرصة اصلا للمدافع ان هو يحتكي معاه هو الارتو بتاعته رهيبة سريع جدا دريبلر كويس جدا ماشي بيزهر في المساحات او بيخلق مساحات لزميله كويس جدا زي ما انتو شايفين كده يعني خفيف جدا في الملعب وبيعمل ارتو حلوة جدا 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 بصراحة يعني اتصدمت فيه يعني اتصدمت في اداءه مش مش مصدوم زعلان لا انا مصدوم مش مصدق ان ده اداءه بصراحة من احسن الكروت اللي عبت بها من اول ملموسم ده بدأ انا كاره بصراحة الهد وهد والكاره الجن بلاي لكن بصراحة من ساعة ملعب تبقى الميرون انا ملعبتش بيكتير جدا لكن اداءه بصراحة جميل جدا يعني الكروف رجله حلوة وخفيف كده ومتحرك وبصوا يعني زي ما تشايفين كده سلس جدا لعبه وخفيف بصراحة ما جربتش لعب زي المسم ده خالص فهوريكم كذا يعني كذا مشهد ليه او كذا فيديو ليه بصوا خفيف جدا في اللعب وفي الحركة والارض بتاعته جميلة جدا حتى لما بيكون مثلا جسمه مش معدول برضو بيشوت كويس جدا على الجون ارته بتاعته حلوة جدا سواء العالية او الواطية بتروح حلوة جدا وكمان سرعته هيلة يعني سرعته هيلة جدا مفيش مدافع بيحصله تقريبا وبيركن الكرة حلوة جدا حتى لو جسمه مش معدول يعني دي كرة مسلا جسمه مش معدول خالص وشاهدها سم في المقص ده بالنسبة لالمرون يعني تقريبا من احسن الكروت اللي لابت بيها ده تاني كارتة معانا وهو ليفت وينج راشفورد اللي نفس الكلام برضو قوي جدا يعني على عكس الميرون بقى في الالتحامات لا هو قوي جدا او مش اسرع حاجة سريع بس مش اسرع حاجة مش زي فينيسيوس مزعم ومش زي الميرون بس سريع بيخلق يعني برضو بيخلق مساحات لزميله وبيجري في المساحة كويس جدا رجله حلو عجون التصويبات المباشرة والتصويبات الارتو جربته في حاجات كتير جربته في الفولات برضو ممتاز جدا من احلى الكروت برضو اللي عبتي بها السنة دي لو انا جربت فينيسيوس قبل كده بس انا شايف راشفورد احلى بكتير يعني اقوى 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 وخفيف مش تقيل يعني يعني فيه ناس قالتلي لا فينيسيوس اخف شوية لا وفينيسيوس ممكن اسرع سنة انما الخفة لا راشفورد خفيف جدا قوي في الالتحامات فانا شافت حركته حلوة جدا بيعمل دويته حلو جدا مع ايه لعيب خط نص يعني ممكن يعمل وان تو ويمشوا مع بعض حلو جدا عجبني جدا في التصويب عجبني جدا في تحركاته والبوزيشن بتاعه بياخد اماكن كويسة جدا في الملعب بيسهل عليك الامور سرعيته كمان مساعدة جدا في ان هو يسجل اهداف كتير او يعمل خلل في الدفاع انا شايف الدريبل بتاعه ممتاز اللعاب الوحيد بتاعه بس تقريبا القدم الضعيفة يعني مش احسن حاجة انا جربت اشوت بيه شوية بالشمال كده ما كانتش بتروح احسن حاجة بس على المستوى كليفت وينج رهيب انا طبعا يعني في ناس كتير هتسأل عرضيات انا للاسف انا مبلعبش عرضيات فانا مختبرتوش عرضيات خالص خالص تقريبا ما بلعبش عرضيات خالص فعشان كده مش اقدر اختبرو لك عرضيات النم هو كالتحمات وكسرعة زي ما ان شايف كده هو مكتاح الملعب حاجة كده رهيبة الدريبل بتاعه عالي جدا البول كنترول بتاعه حلو جدا مميز جدا كمان في قطع الكور يعني كرة زي دي مثلا سرعته ان هو يسبق قبل المدافع وياخد الكورة من الحارس برضو كويس جدا في الفولات زي ما قلتلكم بمسدد جيد جدا للفولات مع ان ما لعبتش مطشات كتير يعني انا كل اللي لعبتهم مثلا بتاع 15-20 مطش جربت في اللاعبة دي طيب تعالوا بقى نشوف المهاجم اذاك اللي احنا اشتريناه الراجل ده يا جماعة بصراحة يعني انا لعبت برونالدو 94 الظاهرة ولعبت برونالدو كريستيانو 93 الراجل ده ما يفرقش حاجة عنهم الراجل ده قوي جدا كمان يعني كبدانية قوي جدا تصيبات حلوة جدا سواء ارتوف الالتحامات قوي جدا بيجري سرعيته حلوة يعني كمهاجم بالنسبة للمهاجمين سرعيته عالية جدا برضو من اللعيبة اللي هي تحب تلعب بيها انا طبيعة لعبي ما باعتمدش على المهاجم قوي يعني انا ممكن اعتمد على المهاجم لو بلعب به سي اف احسن ما لعب به اسي تي انا بحب مركز السي اف اكتر لان انا المهاجم ما بحاولش استخدمه كمهاجم قد ما باستخدمه كصانع اللعب لان انا كل اعتمادي في اللعب على الريت وينج والليفت وينج ان انا باجري وقتهم والعب مثلا ارتوفي البعيدة دي طريقة لعبي فانا مثلا ما باعتمدش على المهاجم في الموضوع ده خالص لانا هلعب عرضيات مثلا لكن الراجل ده انا جربته في اكتر من كرة بسدد به من بره المنطقة حاولت اعمله مثلا عرضيات انا ما بلعبش عرضيات بس حاولت اعمله مثلا طوليات كده سقطة ماشي افاول زي ده مثلا بيطلع بيهده حلو جدا فكمان هو في الرأسيات ممتاز فمن احسن المهاجمين وامتع المهاجمين اللي انا لعبت بيهم برضو الطوليات بيطلع يعني زي ما انتو شايفين كده طالع الراجل طالع فوق الحارس حاطة الكورة فهو شغال رأسيات تصويبات ارطول تحميات هو كويس جدا نيجي الكارت جمال موزيالة اللي ازهلني بتصويباته بصراحة كارت من احسن الكروت اللي بتشوت في اللعبة واللي بتتمركز كويس جدا انا ما باعتمدش زي ما قلتلكه على مركز الاس سي تي اوي فبعتبر اذاك اصلا سي ام لكن موزيالة طول الوقت بحس ان هو بيلعب جنب جيرارد وجنب فرناندز فالرجل ده لما كانت بتجيله فرصة من بره المنطقة ما بيضعش يعني تصويبه شمال يمين ارطو تصويبه مباشرة الراجل بيشوت كويس جدا بس هو دريبلر حلو جدا بيرقص كويس جدا وخفيف فانا كنت تقريبا معظم الوقت باعتمد عليه كلاعب خط وسط مش لعب هجومي خالص او لعب خط وسط هجومي هوريكو برضو الدريبل بتاعه الدريبل بتاعه كويس جدا ماشي هو برضو يعني راجل بيشوت كويس بشماله وبيمينه بيدريبل حلو جدا وخفيف يعني مش تقيل في الملعب بيجري سرعته كويسة جدا سرعته ممتازة البول كنترول بتاعه حلوة جدا كرة ما بتهربش منه زي بانتو شايفين كده من اكتر الكروت اللي عجبتني بصراحة تقريبا كل الكروت اللي ترشحتلي كويسة جدا يعني طبعا الفيديو ده انا هعمله عن الهجوم بس اخلي الدفاع الفيديو تاني عشان الفيديو مايباش طويل زي بانتو شايفين كده الراجل يعني بيشوت برجليل الاتنين كويس جدا الارضو بتاعته ممتازة جدا من احسن الموجودين في اللعبة بصراحة يعني انا ما جربتش ناس كتير بس ممكن جربت سبوزلاي جربت زيدان طبعا نسخة الاربعة وتسعين هو مايفرقش عنهم حاجة بالعكس هو بس اخف شوية كمان عنهم ممكن في الالتحامات مش اقوى حاجة لكنه بيقاوح زي ما انتو شايفين كده وبيعدي بياخد فاولات يعني انا شايفه كارته ممتاز جدا ويستاهل او يستاهل التجربة يعني ان انت تجربه او تلعب بيه بس دي كده كانت نهاية الجزء الاول بتاعنا عن الهدوهد واللعيبة اللي اختارناها هشوفكوا في الجزء التاني ان شاء الله سلام